التقت دول المنحة لليمن برعاية الأمم المتحدة لمناقشة سبل دعم الشعب اليمني ومقاومة أكبر أزمة إنسانية تشهدها البشرية الآن وزير الخارجية إبراهيم العساف قال بأن المملكة تسعى لاستعادة استقرار اليمن وشرعية حكومته مؤكدا بأن ميليشي الحوثي هي من بدد فرص السلام واستقرار اليمن إن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب وقفة حدة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة فالمماليشيات الحوثية المدعومة من إيران تستمر بعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وهذه الماليشيات تتعمد فرض الضرائب على الوقود والغاز لتمويل عمليات إرهابية فضلا عن سرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها لأغراض خاصة وفي السياق ذاته فقد ثمن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي جهود السعودية المسترسلة في دعم الشعب اليمني وآخرها تبرع المملكة بخمسمائة مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني وأكد الحضرمي أن حل الأزمة اليمنية يكمن في تحييد ميليشي الحوثي عن إيران ما دام الصراع القائم يمنيا يمنية مطالبا بتعاون دولي أكبر مع التحالف العربي لإنهاء الأزمة اليمنية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريف قال بأن الأزمة اليمنية في تفاقم مع ثقاتنا في السعودية لقيادة الأزمة وإنهائها وتنفيذ اتفاقية السوك هولم أما ديفيد بيزلي من برنامج الغذاء العالمي قال هناك أزمة شديدة داخل المناطق التي تحت سيطرة الحوثي كما أعلن ممثل الدول المانحة عن دعمهم المتزايد لليمن وتثمين الدعم السعودي الأكبر في الوقت الذي يبلغ احتياج الشعب اليمني ستمائة مليون دولار خلال الستة الأشهر القادمة إشادة دولية وأممية بمواقف السعودية الإغاثية المتتالية دعما للشعب اليمني فضلا عن دعمها للمبادرات الأممية الأخرى والتي كان من أهم مخرجاتها بقيادة السعودية هو التقاء الدول المانحة هذا اليوم للإخبارية أحمد القرني من مقر الأمم المتحدة نيويورك